مكملين معكم في اخبار مهمة جدا معانا اكتر من خبر مهم واكتر من خبر يهم حضراتكم جدا مبارح اتكلمنا عن العقوبات اللي هتواجه نادي الزمالك ومصير مباراة القمة في استاذ القاهرة واللي الزمالك ما كانش موجود فيها ونادي الاهلي هو اللي كان موجود فيها وبعد الاحداث اللي حصلت وقلنا ان خلاص تم الاعلان وتم اتخاذ الاجراءات وان العقوبة هتكون احتساب النتيجة 2-0 وخصم 6 نقاط من نادي الزمالك وده على حسب الليحة او على حسب المادتين اللي في الاتحاد اللي ديهم علاقة بالعقوبات المادة 46 و47 من لايحة المسابقة والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة قلنا مبارح كمان ان الاتحاد الكورة او اللجنة الخمسية عندها نية ان هي تعلن عن القرارات بعد ماتش الترجي والزمالك وسان داونز والاهلي ولكن بعد ما قلنا الخبر والخبر انتشر في كل الوسط الرياضي وعلى الصحف وعلى المواقع النهاردة على طول تم اعلان الخبر رسميا احنا قلنا ايه مبارح تعالوا فكر حضراتكم كده احنا اعلنا كده احنا اعلنا ازاي مبارح وقلنا ايه علشان ارجع اكمل مع حضراتكم باي اخبارنا الخاصة في نمبر وان احنا بنقول لحضراتكم دايما بنطلع قبل الجميع بنقول لكم القرار اللي هتاخد وهو طبعا قرار اعتقد ان حضراتكم عارفينه وهو ان الجبلية رسميا هتعتمد او اعتمدت فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك وخصم ست نقاط من نادي الزمالك المباراة تتحسب اتنين صفر للنادي الاهلي وست نقاط هيتخصمه من رصيد الزمالك ده طبقا لللاقحة وبالتالي رسميا اللجنة الخماسية اعلنت ولكن لن تعلن للملأ او لن تعلن للإعلام في الوقت الحالي ده كان كلامنا الحمد لله زي ما بنقول لحضراتكم دايما ان اللي حضراتكم ما تسمعوه هنا يعني ان شاء الله هيكون هنا حصري وهيكون خاص بينا جدا ولما تسمعوه هنا هتبدأوا تسمعوه في كل مكان بعد كده علشان الحمد لله بيكون لنا السبق في كل الاخبار الخبر اللي جاي هو خبر الحمد لله بنسبة ابيه كل الناس بنسبة ابيه كل من هو شغال في مجال كرة القدم بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم فريق اعداد قوي على قادر المسئولية والحمد لله بنقول لحضراتكم الاخبار